فضيحة عملاق صناعة السيارات الأوروبي فولزفاجن التي كشفت عن غش في انبعاثات محركات الديزل في الملايين من سياراتها ليست أول فضيحة في قطاع صناعة سيارات ففي مارس 2014 استدعت جينرال موتورز الأمريكية مليونين ونصف مليون سيارة بسبب عيوب قاتلة في مفاتيح سياراتها وبعد ثلاثة أشهر بلغ عدد السيارات التي شملها إصلاح العيوب 30 مليون سيارة منها موديلات انتجت عام 2001 هذه الفضيحة تحمل اسم شركة تاكاتا اليابانية التي تنتج الوسائد الهوائية وتزود 11 شركة مصنعة للسيارات وقد أدى العيب في الوسائد الهوائية إلى حالة وفاة خاصة أن الوسادة يمكن أن تنفجر ومنذ اكتشاف العيب تم استدعاء 30 مليون سيارة منها 6 ملايين فقط من هوندا اليابانية فضيحة شركتا هيونداي وكيا الكوريتين كشفتها الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عام 2012 فبعد عامين من الفحص اتضح أن هيونداي وكيا بالغت في بيانات كفاءة استهلاك الوقود للسيارات التي تم إنتاجها بين عامي 2011 و2013 وقد وافقت الشركتان على دفع غرامة تعدد 300 مليون دولار بعد أن كانت دفعت 400 مليون دولار لأصحاب السيارات المتضررة في الفترة بين عامي 2009 و2011 قامت تويوتا وهي أكبر صانع للسيارات في العالم من حيث المبيعات باستدعاء عشرة ملايين سيارة بسبب عيب خطير في دوسات البنزين والتي يمكن أن تلتصق بشكل مفاجئ ولا تسمح للسائق بالتحكم في سرعة السيارة وبسبب هذا العيب الخطير دفعت تويوتا غرامة تخطت الـ 1.3 مليار دولار في عام 2014 وواجهت المئات من الدعوى القضائية التي طلبت بالتعويض من جانب المتضررين عام 2000 أبلغ المراقبون شركة فورد الأمريكية أن إطارات ماركة فايرستون الموجودة في سياراتها قد تتطاير على نحو المفاجئ مما يدفع السيارة للدوران حول نفسها إثر ذلك تبادلت فورد وفايرستون الصابع الاتهام لحين استدعاء فايرستون لـ 6.5 مليون إطار لفحصها واتبعتها فورد باستدعاء 13 مليون إطار آخرين عيوب الإطارات هذه ارتبطت بأكثر من 240 حالة وفاة الغريب أنه بينما كان قطاع السيارات يتوقع انهيار مبيعات فولزباغن في الولايات المتحدة بعد كشف فضيحة الانبعاثات زادت مبيعات الشركة في السوق الأمريكية خلال سبتمبر الماضي بنسبة تعدت 8.4% للسيارات التي تحمل علامة الشركة وعلامة أودي التابعة لها